وجهت وزيرة تضامن الاجتماعين فين القبارج فريق التدخل السريع المركزي بالوزارة لسرعة بحث الاستغاثة الواردة من منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة برئاسة مجلس الوزراء والتي تفيد بوجود فتاة في العقد الثالث من العمر دون مأوى بمنطقة شارع الملك فيصل بمحافظة الجيزة هذا وقد تبين لفريق التدخل السريع أن الفتاة قد غادرت المكان بمرافقة سيدتين وفقا لما أفاد به المواطنون المتواجدون بموقع الاستغاثة وفور التوصل إليهما تبين أنهما قامتا باستضافتها لحمايتها من مخاطر الشارع وعليه فقد توجه فريق التدخل السريع باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وإيداع الفتاة بإحدى دور الرعاية لتلقي كافة أوجه الرعاية الصحية والاجتماعية اشتركوا في القناة